دكتور في يوم عرفة بالتحديد وهو ركن من أركان الحج ما حكمة يوم عرفة والوقوف بعرفة؟ طبعاً يعني إضافة لما قلناه وما قدمناه في أول الحلقة نقول إن يوم عرفة يوم مشهود تجتمع فيه الأمة الإسلامية إذا أن الحج عرفة أهم فريضة أو فريضة في الحج هي عرفة فيجتمع نفسه في مكان واحد في وقت واحد وهذا يرمز لوحدة الأمة الإسلامية لكن هناك معنى أيضاً معنى إيماني كبير وهو إيه الوقوف بعرفة هذا أيضاً فيه معنى إيماني قوي جداً وهو أنه يحقق كمال الامتثال عارف الامتثال الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى يعني ربنا وقفك هنا واخد بالك وانتعرفت عن الوقوف المقصود بوقوف بعرفة التواجد في المكان سواء إذا كنت واقف أو قاعد أو رائد أو رائد صاح أو نايم مهم أنت في المكان ده لا تبرحه لا تبرح هذا المكان لا تبرح هذا المكان في الوقت من كده لكده خلاص يا رب حاضر بننفذ ده معنى الامتثال الامتثال الذي لا يتم إلا بإيه إلا بأن تقف حيث أوقفك الله وده وده الأمة التحلم منه لا تتجاوز حدود الله عز وجل مع في غمرة الانطلاق لأن الإسلام باعث 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 علىーالفتح العلمي باعث على الفتح السياسي باعث على الفتح الديني باعث على الغزو الجَّهد في سبيل الله عز وجل الإسلام باعث أخبرك معايا لكن في النهاية لو ما كانش هذا البعث وهذا الانطلاق محكوم بحدود معينة ففي غمرة هذا الانطلاق يتجاوز العبد وإيه حده باسم الدين لا عشان كده لذلك مثلا ترى مثلا إيه آية السيف في صورة التوبة جاء بعدها إيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنه لذلك بأنهم قموا لا يعلمون فتعلم الأمة إيه حقيقة الانتثار الذي لا يتم إلا بليه إلا بأن تكون وقفا عند حدد الله أن تقف حيث أوقفك الله سبحانه وتعالى فهذا معنى أيضا من المعاني الكبرى التي التي تعلمها من الوقوف بعرفة إضافة إلى أنه يوم مشعود يجمع الأمة في صعيد واحد تتذكر فيه الأمة الإسلامية تستعيد فيها ذكريات ذكريات يعني قافلة الموحدين من الذين أعلمه السلام إلى هذا اليوم يعني جملة من المعاني العظيمة لكن هذا المعنى جوهر ترجمة نانسي قنقر